ما شوف من امشي تقوس انا بالعصة اشوف اذا اكون نقرة يعني تستخدمين العصة حتى تمشي اه زيان شا تريدين انتي شا تريدين العين اتشي سوي انت عالج مريم يتيمة في الربيع العشر تتكئ على عصاها لتشق دربها بعد ان الم بها مرض في عينيها اتلف قارنية العين وافقدها البصر وتركها عاجزة عن اللعب مع قرنها مريم هي من هي صغيرة يعني شوفها موشي هي اتيمة الاب والام ابوها بال2008 يتوفى اشتشد امها منها يبلمها تزدتها ربيتها انا ورضيحتي يعني وديتها على دكتور جنجيز يقول لي مني ان الاشهارا اذا اشهارا ما تسوي عينها اليمنى تالفة كامل ما تشوف بها اتعمها والاخرى همراحة نفس الشي يعني هاي طفلها اتيمة الاب والام معتلا ام ولا اب وان حالتي تعبانة يعني ما اقدرها ساعتها العملية الوحدة 35 ورقة ادعى الله الناس هذول الطيبين الخيرين يساعدون هذا الاتيمة يعني كيف هذا الاتيم تلأب والام ثلاثة شهور هي المدة التي منحها الاطباء كحد اقصى لمعالجة مريم بعملية جراحية كي تستعيد بصرها هذه العملية التي تكلف اموالا لا يستطيع عمها الذي كفلها بعد وفاة ابيها من توفيرها ما تكبر ما يعني ما تشوف يعني الورقة وتكذب وهيش باوي على تكتب والمهم وديناها الدكتور انها الدكتور جنغيس سول هاي الجسم هاي كلها هاي التحالي الصاوير ما عارف شيني قالوا هاي تحتاج قارنية والعينين يعني يعني والله دزنا منها المستشفى من الهيثم للعيون وروحنا منها قالوا يا بيترحون في الاسبوعين ثلاثة ونخابركم والله خابروا انهم قاعدوا عليها لجنة قالوا فعلا يعني هاي تعمة يعني اذا ظل يشتعمة فانتظروا ان اكو الطباء يجون من الخارج والساد فاذا من ذاك اليوم هاي اليوم ننتظر ماكو يعني يعني نتيجة ماكو هاي راح تعمل خطية ورحنا نبناي للنس اليومانية مستشفى هذا اهلي منك طبيب ما عارف يراني والله ممكن يراني والله شافها نفس الحالة قال هذه الساعة ضروري عيني اليمنا وراها اليسرة يا والله ساد ما يعني بصراحة ما عندي الامكانية يعني تقريبا بالثمانين وسبعين ورقم ما عندي امكانية طفلة يسحبها الظلام شيئا فشيئا لتكون حبيسته كل العمر لذا ترتجي ممن يملكون النور في قلوبهم ان يعيد النور الى عينيها سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك